في هذا الجزء الثاني من برنامج غرفة الأخبار سنناقش موضوع مع طبيب جزائري كذلك ويعمل في المستشوى يلتقي بالمرضى يعرف حالة الكثير من ما تعانيه هو تعيشه الصحة الجزائرية طبعا اليوم النقاش حول بعد تسجيل أكثر من 200 حالة في الجزائر هل نحن مستعدون للأسواق الدكتور محمد رفيق قويدري الطبيب بالجراح صباح الخير صباح الخير نشكركم على هذه الاستضافة مرحبا بك طيب الآن أنت شفت أكثر البارح كان إعلان عن 200 حالة وحالة واحدة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا وفيه 340 مشتبه بها يعني ينتظروا فقط التأكيد أو نفي المخابر المختصة كيفاش تقرأ أنت الرقم هذا ثم هل نحن مستعدون لقدر الله في حالة مزاد كبر العدد نعم، هذا بيروس كورونا سي ينبي دميك شغل آفا قاس العالم قاوم شغل الجزائر الحمد لله بور المومون كان غير ميتين كان غير ميتين وفات كان غير ميتين حالة غير ميتين إصابة من هذا الرقم مرشح ليرتفاعه على بيها جيتنا هنا اليوم قدمتنا هنا اليوم باش نسيوا انواعو الناس لازم نعمل لازم نعمل عمل تحتوعية علماً أنت جاءك تعمل لعمل التوعية هذا في الفيسبوك على موقع التواصل الاجتماعي عندك صفحة وكل مرات أنا عندي صفحة مسميها باسمي مع الأول برتكو تديرها لاستقبال حالة مرضى السرطن في مستشفى جامعي للمرضى خارج ولاية الوطن الذي لم يكنهم يمكنهم مستجيب ولم يكنهم يمكنهم يأخذهم في ولايتهم وكانت استطاصل به وكانت لهذه الصفحة لقد رواج كبير دكتور قويدري نذكرت واسمها دكتور قويدري شيوجيا دي أر إسباس قويدري اسمي شيغورجيا القويدري شيغورجيا وكانت لهذه الصفحة لقد رواج كبير وكني كان عندي بزاف المتتبعين وكل ناس كانت تتبع أنا اختنمت الفرصة مدام جدت هذه الإفيدامية هذه الوباء اللي رانا نواجهه فيه دونك استعملت هذه الصفحة بجنسية نوعية الناس ندير من هذه الحالة حول مخاطر فيروس كورونا ذو كان نحكيوشي الرقم هذا 200 حالة ربما بدأت بزوج حالات في البليدة اليوم عرانا في 110 حالات في البليدة وحدها أكثر من 90 حالة في مختلف ولايات البلاد 17 ولاية مصابة في هالوباء الانتشار المكاني للوباء هل يقدر ربما هو السبب باش يزيد يمشي كتر السيناريو اللي رانا نتوقعوه نفس السيناريو اللي صرا في قاعد الدول ما لازمش نكذبو على روحنا ما لازمش نكذبو على روحنا ذو كان نسبة الوافيات نسبة الخطورة راح تكون الديبون من المواطن المواطن العادي اللي هو انت وانا المواطن البسيط اللي هو انت وانا والمواطن البسيط اللي هو شوفينا اكزاكتو ملوك وانا والمواطن ريح في داره وتفادى الخروج بدون سبب ان شاء الله راح تكون هذه الأزمة تكون خفيفة علينا بس كتيرو في باركم بالأزمة رانا غير في البداية التحر والإنسان جابل يا ربي لازم دائما يستفاد من تجربات أيضا لو لازم الاخرين التحرير للمانيا التحرير لإنساء الألمانيا تكون النفط الماضي بالحزم تعود بالقال؟ بالحزم تعود بالقال؟ والطالياني المعروف يقول لك نقدروا نرجع السبب هذا يمكن العدم احترام لإحترام 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 الأطباء ومهنيو الصحة وخصائيو الصحة يمتدون فيهم لذلك هذه النسبة ستتراوح ونقول للمواطن الجزائري إلا أنت ما تخافش على روحك ونعرفه المواطن الجزائري ما يخافش نتذكر؟ خاف على الناس الذين تحبهم خاف على إيمك الكبيرة خاف على بابك هذا الشيخ خاف على أوليدك الصغير نعم نحن البالح كنا نحكيه مع جماعة مشاهدينا وانا تكلم شخص وطبيب كذلك نحييه تخيل أنه لحقه في إيطاليا ويحتر بما في كل دول معمول به لو يصاب شاب والأم دياله والأب دياله والأكسجين يمده الصغير ويجعله الكبير يموت لأنه يسبقه في الصغير قال تخيل الواحد يتحط في الموقف هذا فالأفضل أن الإنسان لا يخرج بالبيت أنا أتكلم عن الناس الذين يقولون أنه لا يخرج بالبيت يقولون أنه يمشي وحدي يعني يخرج بصائق وكان يمشي وحدي لا يمشي وحدي أو يحل الباب يمس أشياء يقدر يدخل للدار يدخل للدار يمكن أن يدخل في الموقف يدخل للدار يجب أن يدخل للدار يمكن أن يدخل بالباب يمكن أن يدخل في الموقف أو يوجد فيروس يجب أن يدخل فيروس هذه ضرورية ممنوع نهائياً أي واحدة الدول كما في العراق والذي يخرج يفعله بروسي إلا لديه سيباسي لكي يخرج يجب أن نستفادوا من تجربة إيطاليا استفادت من تجربة في الصين تصرى لها هكذا كل يوم 600 حالة تخيل في 24 سنة 600 وفات نستفادوا من تجربة إيطاليا نستفادوا من تجربة الإنسان الذي يكون الإنسان الذي يكون ذاكي لا تجربة إيطاليا يجب أن تستفادوا من تجربة الوقت لأننا ربي الحمد لله أعطينا هذه المرتب مؤخر مؤخر سيكون لكاكا في 15 يوم لأنه يجب أن يكون في برنب سيكون في الوقت في 20 أفريل هذا الوقت سيذهب إلى 20 أفريل وحساب الوقت من الأفريل سيكون في المنطقة سيكون في المنطقة وفي المنطقة بلدنا الحمد لله نحن نرى بلدنا في المنطقة في المنطقة لا يمكنني أن نرى مستشفى كبير والحمد لله نحن نستطيع القرارات نحن نتطيع القرارات نحن نفرغ المستشفى نحن نتطيع القرارات كل المستخدامين اللي لازم يخدموا خاصة في الوظيف العمومي وفي القطاع العام انه يتم توفير النقل لهم لما عندهمش سيارات لما عندهمش نقل خاص بالتالي يتم توفير النقل هل هذا المستوان تايف مثلا في المستشور في المصلحة تاعك البارح هل لمستهت شيء فيه هو كان تأخر لما ما أثرش على المرضودية تاع العمل بس كل الشخص الإنسان الجزائري معروف وفي المستشور الذي يقول لك أنه هناك شيء غيب منذ ذلك تصبح عفزة مليحة العفزة عينة وعفزة مليحة مع الشعب الجزائري كان يشجع في الأطباء والممرضين المستبال الذي كان ممرضين لما يمكنهم أن يأخذوا المكان الذي يعملونهم ولكن لا يمكنهم وسائل النقل وكانوا ممرضين الذين كانوا لديهم سيارات كانوا يقولون أن يتعملوا الأراضي ومنذ المستشور الذين كانوا يحضرون بس الذين يستمتعون ويشجعون من المستشور كيف تعملون بالإنسان على أي أن يكون لديهم أكثر أوه دائماً حتى تنتبه ان يضاف على مني عندما يكون هناك أدخل يسمحون جديدة فهمو يوفرون النقل و يعدوا يحبوهم و يعطون إسماواتهم و مقر سكناهم و رقم الهاتف إن شاء الله ستنجح لهم و ما نقدروا نواجه لهذا الكارفة علما أنه الآن مستخدمي الصحة ما نقدروا إستغناء عليهم ما تقدروا إستغناء عليهم ما هو شيء قطاعات أخرى أنا عبثة لمستهسك المواطن الجزائري كان دائما يسبب سبيطار ويسبب الطبيب هذا المواطن يشجعون ويجوعون أشياء المواطنين ويصبون مباشرون ويسطرون أمامهم هذا يشجعون طبيب كذلك ويезжابون من المرال ومن هو أن يقولون للمواطنين ويقوموا بمعرفة مهنوية الصحة كما عندك أعزاز عليك وما عنده أعزاز عليهم ويقدر يديهم المرض ومن ذلك يكون مريح في الإيزيورجونس يكون مريح في الإستعجالات ويأتي هناك حالات لا تستطيع أن تتنفس ونس مصابين طبعاً حتى في الأيام العادية أنا عرف طبيبة مختصة طبيبة مختصة رح تولد ورجلها غلقوا عليه لأنه كان هناك مواطنة مع الناس لديهم فيروس كورونا فهمتني؟ ويقوموا بإنسانة وحدها ماذا يمكنني أن أقول هذا الأمور لأن المواطنين الجزائري يحسوا بالتضحيات التي نقوم بها ما نريده؟ لا نريده لأنه يريح في ظهر لأنه لا يكون رقم آخر لأنه لا يكون سبب لأنه نعود أن نكبر هذه الكاريثة أنا في الأيام الجيار ستكون أيامات الأعصاب تكون متوترة سيزيد الضغط على المواطن سيزيد الضغط على الطبيب سيزيد الضغط سيزيد الضغط سنقوم بأيام السعيبة سيزيد الضغط على الطبيب سيزيد الضغط على الطبيب سيزيد أصبح سيزيد الضغط على الطبيب سوف أجد الضغط على الطبيب سيزيد الضغط على الجزائر ونحن ذكر على الأقل خلال الأسابيع عادي من فضلكم أبقاء في البيوت أنا والله العظيم لو لا الواجب أن نكون هنا ماذا بيما نخرج ندخل للدار ما نخرج تماما كانوا عندي مقتنيات نقتنيهم في الليل قلت ما نقضيهم لا يجب أن نقضيهم في صباح كما نرح نخدم نشريهم في طريقة ونطلع لماذا؟ لأنه على بالي نقدر نخرج إلى ما مردت أنا يقدر يمرد أي واحد من العائلتي نقدر نعدي أي واحد نقدر نجيبهم في الدراهم ما تقدرش تعرف كيف تخرج بالراءة ما على باك شوش كي وهنا نلقى والدور أنا نظن تبقى الوقاية خير من العلاج وتبقى الدور للناس اللي توعي الناس اللي عندها صدق اللي تسمع لها الناس أنا نشوف صفحات هذا الفيسبوك اللي رأي نستعملوه النهارد رت هذه الصفحات على الصفحات التاعي باش نعاون المرضى ما كدبش عليك كانت عندي صعوبة بشي يكونوا عندي لزابوني والناس تعاوني وكنت متأسف نلقى ناس اللي فوقها نس تبهها وما تتبعش أنا نطلب من هالنس اللي بتبهها نطلب هالنس اللي عندها مليون ضابوني هالنس اللي نس تبهها اللي عندهم لفولوورز ما دابية هالنس تواعي ما تكون شغير طبيب ألا أنت مواطن عادي يشوف جارو خارج وقاعد ما يدير وراءو يقول له دخل يجب تكون التوعية التحسيس و هكذا ان شاء الله نتغلبو نتغلبو لازم ديرو ليد في اليد ونتضامنو مع بعضانا لازم يكون تضامن لازم نتضامنو اللي عنده بفرضى في الميرا وراح يجاهد عمر الساحب هو كيش غير طبك آني كيش غير طبك لازم يزافي غميك زاجون ليدو لبيلون كيش غير ملتين يعقب كمداراك كمداريين هم يصاهرين على رجال الامن ورجال تارك الوطني لازم يكون تضامن وصحفيين الانانيين فهي صعب للجزائري تقول له أنا جاري و قلت له ريح في الدرع لك خارج قال لي أنا ما نخدمش أغلب الجزائري يبريكولي ما نكتبوش على روحنا ما يشيخ الدم يبريكولي يقول لي أنا ما نخرج كيف هنأكل إبا هنا يكون الدورت على التعضامن على بالك الجارك ما عندهش يخويا ديفانيه لا تديفانيه فهي مرض يجيب لك المرض تحبو لا تكره هذي شوف هذي حقيقة نحبو لا نكره إذا كان جاري يبريكولي يبيع لكي يجيب مصروف يومه ولا يجيب يخدم كلونديستا سمعتني سيجيب المرض نحبو لا نكره وإذا كان جارك وإذا كان جارك مرض يجيب المرض يعني على الأقل يطلع في الدراج يشد الحديد لكن ينعفسه يجب أن تفهمه والناس التي لا تفهمه يجب أن يشاهدوا يجب أن يكون حما ويسعى لكي يقول لهذا مريض نقدر أنا نكون مريض أو أنت تكون مريض وليس على بالك أنا نقدر أن تكون أنت تكون سياسة أنا تقول أنك ستكون الدراجي معك وليس على قيد الأمر تبعره بالفرص لأخطاء المدرس هذا هو الفياجة للأشخاص هذا هو السبب الذي ينتشر في العالم بكثرة لأن في المطارات، عندما يدخلون الشماء الأشخاص يخافون الأعراض وليس يجب أن يخافون الأشخاص أمع كائن من السعر ونرى الحالة التي تقتلت في عموم، يملكون الأشخاص يكونون من المناع هم نقص في المناعة هم نقص في المناعة هم ناس كبار هم ناس ضعاف أكتشوف الأطفال بخفاء يكونوا دي بورتر ميسا الأطفال عنده الفيروس ولا يمرضون على أبية رانانانيسيستي وعلى التوعية ماهي لازم يكون الإنسان ماشي إذا كنت نرى الإنسان رو يسعلوا رو أكتش تقرب منه لكن المشكلة في الناس اللي يكون صحاح المشكلة في الناس اللي يكون دي بورتر سيسمى الفيروس عنده يعطي لك الفيروس انت تمرض بصحوه ما يمرض وتخيل لو أنه اللي يكون المريض هو البائع نعم 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 إنسان في اليوم والفيروس هذا كي يعطيه لك لا يمكنك أن يكون لك سيكون لك على 14 يوم اسم أنت 14 يوم 14 يوم أحسب النزقاء اللي تلاقيت بهم رك عطيت لهم الفيروس وكل واحد فيهم رح يعطيه النزقاء اللي تلاقى بهم 14 يوم والله انتشار راهيب جدا انتشار راهيب انتشار راهيب من خلال المصافحة من خلال التلمس أنا مرمي حيب نخلع الشعب الجزائيب لازم يفهم كان يحضروا معي في صفحة قالوا يا كتخلع فينا لا لا ما نخلع فيكم أنا شبريفار تفهموا كغدوة نتلاقى بكم في ليزيرجونس ولا نسمع عدد وافيات رانا نشوف بودا متطورة ماشي بودا متطورة وما لحقتش والسؤال المطروح رانا نشوف ونعرفو حالات المستشفيات الجزائري لو كان فيروس كوروناي عم للمريض الاخر اللي يكون عندو لازم عمالية وليكن عندو وين يروح يداوي خلينا من كورونا نحضروا واحد أو صراع طحت عليه تحرق نحن تتكلمنا أنه في حالات عادية الطبيب يعاني والمريض يعاني فما بالكم في هذا الحالة اللي رانا فيها وإن الزيرجونس راهم على امف تأهب راهم يسنف كورونا أزيد واحد اللي يكون ليلة باس بعيد تشرب كورونا يلزم له ريسبيراتور له وحده كل واحد يكون مريض يلزم له ريسبيراتور وحده يعني دوك عندنا ميتين واحد ريسبيراتور وخصصين لهذه الأشخاص ميتين ونحيناهم بالك الناس وحده أخرين اللي عندهم الربو وعندهم ديقة وعندهم أمراض كثيرة ما نقولوش نحيناهم ما نلحقوش لهذا ما إلى الحقناخ بسالة في حالة وستالة في حالة يعطيك سالة في حالة الله لازم هذا الإنسان ناس اللي رايتشوفينا ناس اللي عندها صافحات ناس اللي ما عندها صحافحات وعندها جيران وحايب حايب هذا المرض ما تجيبوش الوالديها وما تجيبوش للناس أنا حبيت نوري واحد الفيديو فقط شوفوه لعرس وإذا الناس ما زيما فهمتش خطورة الوضع اللي راهم فيها أعطونا الفيديو براك نشوفوه فالنشوفوه هنا عرس آخر البرح نفوت عرسين وهذا العرس الثالث أعطونا الصوت فقط بلاتو اسمعي إذا نشوفوه هنا نشوفوه هاد الفيديو اللي يعني عرس شوف كيفاش رام قرابل بعضاهم كيفاش رام معلما ليش المنطقة هذي وين بالضبط وين المنطقة لكن هذا فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما تشوف دكتور هكدا وش نشوفك خلاص أنا كي شوفاك إلعبية كورونا نشوفاك والله غر نقولك لسنتيمون الإحساس اللي نحسب به نحن رانه هنا والله غر نضحي ومستعدين للتضحية بصح أسك السؤال ما تروح أسك أم كمبرتمان كيف يقولوها بالعربية يعني سولوك هل سولوك كما هذا يستهل تضحي عليه وتريح تقابل أنا غدوة هذا يجيني المريض الاستعجالات هل يستهل نضحي والضح ونعم ذلك الضح فهمتني يعني المهنية تاعتك وتخليك الضح فهمتني نحن نضحي ورانه هنا بصحة ونونا شجعونا ماشي هكا فالله سنسرمون شجعونا ماشي بهذا كمبورته ماشي بهذا السؤال اللي الطبيب اللي راح يعني لك إن واحد هنا مريض وش 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 مريض يرى من 40 أو 50 راح يعديل 50 هادو هذا 50 على 14 يوم باش يفي قبل يرى من مرض و 14 يوم سمح لي الناس اللي تلاقوهم راح يعديوهم هذا يقدر يخرج منا يرح لدارو وتخيل في الاعراس عموما ما يكونوش بابناء منطقة وحدة أنا شفت سمعت عررنا بالفيسبوك نسمعوا قصص كبيرة قصة على واحد المرأة كانت هي مريضة بالكورونا عدتها اخدها ورغم ذلك داروا لها الجنزة وداروا الناس وداروا وتلمت وزادت الناس مرضة يعني هذا الكمورتيمون حتى الناس اللي راح بعيد شرحة تموت بالكورونا لازم يتفنهم على الاكتر واحد ولا زوج هذا الناس اللي يتفنهم لازم يقعدوا تحت الحجر الصحي باش الناس تفهم الخطورة يعني حتى عندما يكون ميت يقدر ينتقل الفيروس الفيروس يقدر ممي يقدر يكون ميت الفيروس يقدر على انسوفاس يكون عايش صحيح صحيح يعني حتى لو كان قتل المريض يبقى هو عايش وينتقل يعطيك صحة دكتور محمد رافيق قويدري انت طبيب جراح في مستشفى مصطفى باشا فتنا كثير نتمنى انه لداءاتك تكون لقات اذن صاغية وتكون ربما وصلت للجزائريين متابعيك على الفيسبوك كذلك كل مشاهدي قناة البلاد واتمنى كذلك منكم ان تلتزموا بيوتكم ما تخرجوش يا جمعاء البرح انا شفت ظاهرة غريبة جدا في الحيالين سكون فيها اطفال يلعبون حتى جوة الشرطة طلعتهم للبيت يعني هذا اللي يخلى ولاده ويلعبوه ما على بلوش باللي قادر وليده يجيب له المرض ويدير كارثة في البيت ويدير كارثة في الحي من فضلكم من فضلكم من فضلكم التزموا البيوت الى الحق وزير الصحة يقولك القادم اسوأ وش بقى؟ الوزير الصحة اليوم قال القادم اسوأ لا 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 نطفال سأسمحل كانت لديه شجاعة فهمتني كانت لديه شجاعة ونقوله المريض غير باش تاني مليح دفاكي ما نقوله باش يفطن المواطن هو هو اللي يقدر يسلكنا هو اللي يقدر يغرق اليوم هو البطل أكثر من الطبيب وأكثر من الجامعة بس نديره في بالنا أنا العفسة اللي حبيت نفهمها إلى الحق المريض وقدرناها تحت التنفس الإصطناعي ستري ديفيسيل كل مريض يلزم له جهاز كل مريض يلزم له ستة لا لا ستة انفيرمية غير ليه هو هل نقدر نوفره ستة لزان فيلمية ليه هو بعد هذوك لزان فيلمية يقدروا يتنفيك تاوي يقدروا يعدوا مرضى وحد أخرين نحن نقدروا نفشون بعض المرضى نحن هذا الحالة لماذا بينا ملاحق إن شاء الله ملاحقوا لهاش دكتور محمد رافيق ويدري أنت طبيب جراح مستشفى مصطفى بشي أعطيك صحة كنت معنا مشاهدينا مرحبا بكم